السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من سلسلة معاهد وكليات أنا إسلام همام مهندس برمغيات ودي Student Guide Academy اللي انتو بتسمعوني من خلالها احنا نتكلم كالعادة عن سبع حاجات مختلفين أول حاجة هي المصرفات الدراسية تاني حاجة التخصص وسوء العمل بتاع المعهد أو الكلية تالت حاجة عدد سنين الدراسة جوه المعهد ده رابح حاجة هي المؤهلات اللي بيقبلها المعهد أو الكلية للالتحق به خامس حاجة الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد أو الكلية بعد التخرج منه سادس حاجة الحالات الخاصة الحالات الخاصة زي إيه زي إزاي أو إمتى تدخل المعهد أو الكلية دي وتبدأ من تاني فرقة أو تالت فرقة وليس أول فرقة السابع حاجة عندنا هي النقابات المهنية اللي ممكن تقدر تلتحق بيها بعد التخرج من هذا المعهد أو هذه الكلية Let's go to the video السلام عليكم يا شباب هنتكلم النهاردة عن معهد مهم جدا جدا وعمل دجة مرعبة في السوق المصري أو في المجتمع المصري وهو المعهد العالي لحساباته والمعلومات وإزاي المعهد العالي لحساباته والمعلومات ليه علاقة بكلية حساباته ومعلومات نفسها أخبركم المعهد العالي لحساباته والمعلومات عندنا أكثر من معهد بنفس الاسم عندنا المعهد ده بتانتا المعهد العالي لحساباته وتكنولوجيا المعلومات أو المعلومات التكنولوجيا الإدارة بتانتا عندنا المعهد العالي للحسابات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق وعندنا المعهد معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة وعندنا الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعهد وعندنا المعهد العالي للعلوم الإدارية بستة أكتوبر وعندنا المعهد العالي لعلوم الحاسب القالي ونظم المعلومات بستة أكتوبر وعندنا المعادل العالي للدراسات المتطورة ووووو الى اخر يعني كتير منهم جدا فأخذينا ايه نتكلم واحدة واحدة عن المعادل دي وهي كلها زي بعضها بس اول حاجة المعادل العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا بادارة بطنبه المعادل ده لا يموت الكلية للحاسبات والمعلومات بصل المعادل ده كل اللي هو بيديه بيديك شهادات مسوية لشهادات كلية التجارة حتى التعليم اللي فيه هو تعليم تجارة ولوش علاقة اصلا بالحس بياتور معهم تعالى نشوف الشعب اللي موجودة فيه اول حاجة مدد الدراسة اربع سنوات الشعب اللي موجودة فيه شعبة نظم معلومات ادارية وفيه شعبة كمان وهي شعبة الاعمال الدولية سيما انتم شايفين كان شعبة نظم المعلومات الادارية وشعبة الاعمال الدولية ودي عبارة عن العلوم التجارية زي محاسبة وتجارة خارجية وادرة اعمال وتسويق وتجارة الكترونية وعلومة مالية ومصرفين. المعهد ده المصرف بتاعته تامن تلاف ومتين جنيه. الدرجات اللي بيمنح المعهد هي باكاليريوس التجارة في احدى التخصصات. والباكاليريوس بتاعه مساوي او مساوي لباكاليريوس تجارة من الكليات المصرية المختلفة الحكومية. زي كلية تجارة الحكومية. مش كلية حسباته من غميات لا. كلية تجارة. تمام? هو باكاليريوس تجارة. طيب. تعال نشوف هنا المؤهلات اللي بيقبالها المعهد. عندنا المؤهلات اللي بيقبالها المعهد كتير جدا. زي السنوية العامة بشعبتها علمي وادبي. زي السنوية التجارية اللي هي دبلوم تجارة تلاتة وخمس سنوات. السنوية الصناعية دبلوم صناعية تلاتة وخمس سنوات. السنوية الفنية دبلوم المعاهد الفنية الصناعية دبلوم المعاهد الفنية التجارية وفي هنا نجمة. ليه نجمة? هنا بالتحديد في نجمة. ليه? لان هنا ممكن من معاهد الإجرانية التجارية تقدر تخ ơi الفرقة الثانية على طول بشرط ان انت تأخد معك مادتين من فرقة اوله ان تخدهم زيادة في فرقة ثانية فرقة ثانية هي سنة ثانية فكلية يعني او سنة ثانية في很Qué ما المادتين دول المادتينatchedِ Ma'ad arوس العامة واسوسائيات البرامجية الحك 되�ول دول اللي تمام تاخدهم معاك في سنة ثانية ولكن تستطيب من سنة ثانية على طول وعندنا سابع حاجة دبلوم المعاهد أو دبلوم معاهد الإدارة السكيرترية أي واحدة من دول بتخش من فرقة أولى مع هذا ده بتخش من فرقة تانية طيب عندنا شعبة الأعمال الدولية وهي نفس المؤهلات تقريبا ولكن فيه فرق أن فيه أكثر من مؤهل يقدر يدخلك فرقة تانية في الشعبة دي شعبة الأعمال الدولية المؤهلات السنوية العامة بشعبتها السنوية التجارية دبلوم تجارة ثلاث سنوات السنوية الفنية للإدارة والفدمات دبلوم المعهد الفنية التجارية السنوية التجارية خمس سنوات دبلوم معهد الإدارة والسكرترية الأربعة دول 1 2 3 4 بتخش من خلالهم الفرقة التانية لكلية التجارة أو مش الأربعة التلاتة الأخرى بتخش من خلالهم الفرقة التانية بالمعهد تمام؟ زي ما انتم ملاحظين والمصارير 8000 20 جنيه طيب تعالوا نشوف معهد تاني زي المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا ومعلومات بمدينة الشغل المعهد ده فيه فرق بسيط ما بينه وما بين المعهد الأولاني إنه هو فيه شعبة علوم الحاسب الآلي شعبة علوم الحاسب الآلي أيوة دي بقى بتديك باكالوريوس علوم حاسب وده مساوي لباكالوريوس الحاسبات والمعلومات قسم علوم الحاسب ده مساوي بيه خلي بال هنا بقى بتكلم على كلية حاسبات المعلومات أيوة القسم ده مساوي لها أو مساوي القسم فيها فإذا ده بتنشر ألف ولكن شعبة المحاسبة والمراجعة شعبة نظم المعلومات والأعمال دول الاتنين تجارة بيتدوك بكاليريوس مساوي لبكاليريوس التجارة ودي بـ 9000 ودي بـ 11900 حتى لو انتم راعزين هتلاقي علوم الحاسب أغلى بشوية بسهل مش بشوية كتير بشوية بصور طب تعالوا بقى نشوف المؤهلات طبعا المؤهلات بتختلف شعبة علوم الحاسب دي بقى زي ما لهم تقولكم دي كلية حاسبات ومعلومات فهنا المؤهلات اللي بتقبلها هو مؤهل واحد فقط السنوية العامة عالم علوم أو علم رياض لا تاخد job علوم علوم أو علم رياض فقط لكن بقيت الحاجات زي شعبة المحاسبة أو شعبة من النظم المعلومات والأعمال دي بتاخد حاجات كتيرة جدا زي المعهد اللي بات بتاخد ست حاجات وبعضهم بيدخلك بالفرقة الثانية زي ما انتشايع اكد وهنا برضو بتاخد ست أو سبع حاجات وبعضهم بيدخلك بالفرقة الثانية زي ديبلوم المعاهد الفنيات التجارية بس بشرط انك هتيقلوا معاك مادتين من الفرقة التانية وهم المادتين السيات البرمجة الهكالية ومادة الادارة العامة. طيب نشوف ما عادة تاني وهو ما عادة المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة. وده بيكون في شعبة المحاسبة والمراجعة شعبة نظم المعلومات والاعمال وادارة الاعمال وشعبة علوم الحاسب وزي ما احنا قلنا علوم الحاسب دي مساوية لبكالريوز حاسبات ومعلومات ودي مساوية بكالريوز تجارة. وده مساوية تجارة. ودول اتنين وعشرين الف اتنين وعشرين الف اتنين وعشرين الاف نفس عدد. يعني نفس كل نفس المصاريف الدراسية. بس زي ما انتم لاحز هنا ان متطلبات التخول العلوم الحاسب ازيد شوية. مية ستة و تلاتين ساعة. لكن دول مش عادل بالزبط مش همها مش كبين بس تبقى اقل من اا علوم الحاسب. زي ما انتم لاحزين هنا برضو قرار المعادلة ان ده علوم الحاسب بك Barns علوم الحاسب يبقى مساوي للاحظين حاسبات المعلومات. أما بكالريوس المحاسبة والمراجعة يبقى مساوي للاك32 bits التجارة عما زي ما انتم تلاحظ هنا بيقول صدر قرار مجلس الأعلى للجامعات الخرار ده رقم ثلاث темпер harmonica سنة 2018. بمعدل درجة المعلوم الحاسب رج avenح المعلوم الحاسب 생قي معدل الشعبات علوم الحاسب ويبقى باي fathers بدرجة البكالريوس في الحاسبات والمعلومات علوم الحاسب التي تم نحها الجميعات المصرية المختلفة. فهنا زي ما احنا قلنا ده حاسبات ومعلومات زي حاسبات ومعلومات او معادل ودول تجارة. طيب نخش نشوف معها التاني. هكذا بقى كلهم اتلاقي نفس الموضوع. نزم المعلومات والقدارية تجار اقتصاديات التجارة ده بقده بجريوز تجارة. علوم الحاسب ده بجريوز حاسبات ومعلومات. المصاريف الدراسية ستتاشر الف واحد عشر الف وهنا ستتاشر الف. وطبعا المؤهلات تختلف. علوم الحاسب ما ينفعشها لمؤهل واحد فقط. هو السنوية العامة علم علوم او رياضة لازم علمي. لكن شعبة الاقتصاد او الشعبة التانية اللي هي نزم المعلومات بتاخد تخصصات كتيرة او مؤهلات كتيرة زي ما احنا قلناها في المعهد السابق او المعهد اللي قبله. وكمان ممكن تخش فيها من الفرقة التانية على طول مش الفرقة الاولى. عندنا برضو معهد العالي للعلوم الادارية بس ده ما فيهوش علوم. فهنا تمويل وادارة محافظة استثمار تسويق محاسبة والتلاتة برضو باكالوريوس في العنوم الادارية مساوي لباكالوريوس التجارة او باكالوريوس العنوم الادارية في كلية التجارة اللي هو اه من الجامعات البركومية المختلفة. احنا بكده خلصنا معاهد العلية للحاسبات والمعلومات او المعاهد العلية للحاسبات وادارة اه معلومات. شكرا لكم اشوفكم في فيديو جديد بيتكلم عن معهد جديد او كلية تانية والسلام عليكم.